مشاهدينا الساعة دلوقتي تمانية بتوقيت القاهرة معدنا مع موجز الأهم الأنباء مع دينا تفضل يدي شكر لكي منا الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة الخامسة بتوقيت تيجر نيتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم خلال اللقاءه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بقصر الاتحادية شدد الرئيس السيسي على أهمية مواصلة التنصيق والتعاون المشترك لتجاوز المرحلة الدقيقة الحالية التي تمور بها منطقتنا وعالمنا الإسلامية واستعرض الرئيس السيسي وولي العهد السعودي الجهود الجارية لتطوير الشراكة الاقتصادية لا سيما في مجال تبادل الاتثمارات والتبادل التجاري والتكامل الاقتصادي في مجالات الطاقة والنقل والسياحة كما شهد الرئيس السيسي وولي العهد السعودي توقيع على تشكيل مجلس تنصيق الأعلى المصري السعودي برئاستهما واتفاقية تشجيع وحماية الاتثمارات المتبادلة بين البلدين بعث ولي العهد السعودي محمد بن سلمان برقية شكر للرئيس عبدالفتاح السيسي إثرى مغادرته القاهرة وأعرب ولي العهد عن امتنانه لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة في مصر مشيرا إلى أهمية المباحثات التي جرت مع الرئيس السيسي وما حملته من تأكيد على متانة العلاقات المصرية السعودية والرغبة المشتركة في تعزيز تلك العلاقات والعمل على التنصيق المستمر بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين واصلت إسرائيل قصفها العنيف على الضحية الجنوبية لبيروت مع أصفر عن شهداء ومصابين يأتي هذا في الوقت الذي أزالت فيه إسرائيل الغامة أرضية وأقامت حواجز جديدة على الحدود بين هضبة البولان السوري المحتلة وشريط منزوع السلاح على الحدود مع سوريا ونقلت وكالة رويترز عن مصادر أمنية قولها إن هذه الخطوة تشير إلى أن إسرائيل ربما تسعى للمرة الأولى إلى إصابة أهداف لحزب الله من مسافة أبعد نحو الشرق على الحدود اللبنانية بينما تنشأ منطقة آمنة تمكنها من القيام بحرية عمليات مراقبة عسكرية لتحركات حزب الله ومنع التسلل أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو الرئيس الفرنسي أمانوان ماكرو خلال اتصال هاتفي معارضته وقف إطلاق النار من جانب واحد مع حزب الله في لبنان وأفاد بيان صادر عن مكتب نتنياهو بأن رئيس الوزراء يعارض أي وقف لإطلاق النار لا يؤدي إلى تغيير الوضع الأمني في لبنان وأكد نتنياهو أن إسرائيل لن توافق على أي ترتيبات تسمح لحزب الله بإعادة التسلح وإعادة تنظيم صفوفه أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون وصول مكونات بطارية ثاد مع فريق من القوات الأمريكية إلى إسرائيل وأكد البنتاجون أن نصب بطارية ثاد في إسرائيل هو إجراء مؤقت يهدف إلى دعم الدفاع عنها في حال تعرضه لهجوم إيراني آخر وأضف البنتاجون أن نصب بطارية ثاد في إسرائيل يهدف إلى تعزيز دفاعتها وليس جر واشنطن إلى نزاع إقليمي أوسع وصلت قوات الاحتلال الإسرائيلية غارتها العنيفة على مناطق متفرقة بقطع غزة وأوضحت مصادر فلسطينية استشهاد 61 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة في قطع غزة خلال 24 ساعة الماضية يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه وكالة الأنباء الفلسطينية استشهاد خمسة فلسطينيين فجر اليوم بقصف إسرائيلي على حي النصر غرب مدينة غزة أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد شاب فلسطيني وإصابة خمسة آخرين برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحانه مدينتي ومخيم جنين شمال الضفة الغربية المحتلة وأوضحت مصادر فلسطينية أن جاش الاحتلال دفع بتعزيزات عسكرية كبيرة ترافقها فرق هندسية معززة بجرفات أثناء اقتحاميها المدينة كما شرعت جرفات عسكرية إسرائيلية بعمليات تدمير واسعة في مدينة جنين بعدة مواقع حيث ضمرت البنية التحتية وأطرقات رئيسية ختام مجاز أسفة منها فاصل ونعود لحضراتكم لإستكمال بقي فقرات صباح الخير يا مصر